اهلا بكم مع فيديو جديد من قناة هنصنع المعلومة المعلومة اللي احنا عايزين نقولها لان الراردة عن غسالة اللي هي التوشيبا الهوف او النص اوتوماتيك العشرة كيلو او اي عطل شابه للموضوع ده طبعا احنا مش فنيين صيانة بس انا باوصللكوا الحاجة اللي انا شفتها والتجربة اللي عادت معي طبعا ده شكل السلعيات ووضعها المشكلة كانت فيه كانت بتلف من هنا بطيء اللف كانت لف بطيء فالحل كانت اتصلنا بوكيل توشيبا وطبعا انت لازم تاخد حذرك في الموضوع لتصل بالوكلاء هتلاقي فيه ارقام كتيرة موجودة على المواقع دايما تتصل او تخش على موقع توشيبا الاصلي او العربي وتاخد الرقم الساخن اللي موجود عليه وتتصل بهم وهم اللي هيتصلهم بالوكيل الخاص بالصيانة ويوصل لك لان فيه ارقام كتيرة لتوكلات ممكن يجبوا لك حاجات مضروبة او كده طيب هو تأكد من السير السير من تحت وقال ان السير تمام وقال ان المشكلة في الرمان البالي طيب الرمان البالي قال لك دي القطعة اللي بيبقى فيها الرمان البالي حقا غير حقا فاقام بالضغط يستخدم الشاكوش ويستخدم الكبير حتى ينزل القطعة ان كانت عشقه في المكان نتيجة نتيجة فترة طويلة موجودة في مكانها هذا هو الشكل ولكنه يجب القطعة الجديدة ويغيرها القطعة والتكلفة الوصول تكلف حوالي 300.5 جنيه الـ 125 الفحص والجزء الباقي تكلفة القطعة وخدنا وقت الاخرة ما وصلت له القطعة طبعا ممكن القهيرة والجهزة القهيرة والجهزة القهيرة ويبقى أسرع لأن العربي موجود هناك الشركة ويوصل القطعة الغيارة الأصلية بسرعية حسنا نحن نوصل فكرة أو معلومة سريعة عن تجربتنا اشتراك بقناة اصناع المعلومة وشكرا لكم وشكرا لكم